يا أهلين فيكم أنا ساشة تيوب ورجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة يا رب تستمتعوا وتستفيدوا منا قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعم قناتي بلايك وشير واشتراك وخلونا نوصل الفيديو لألف لايك وانتوا قدها قبل ما نبدأ خلونا نصلي عن نبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا ما أطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا يقول صاحب القصة بعد وفاة أبوي صرت الشخص المسؤول عن أسرة كاملة مكونة من أم وأربع بنات أنا ماني أكبر واحد إيه بنتين أكبر مني بس أنا الولد الوحيد عمري ما أتعدل عشرين سنة صارت مشاكل كبيرة مع أعمامي بسبب الورث اللي بقيلنا من أبوي عائلتنا كانت غنية ومرتاحة ماديا بس أعمامي قاموا طردونا من البيت وظلينا بالشارع فترات طويلة كنا نتنقل بين بيوت أخوات أمي وقتها قررت أرفع قضية ضد أعمامي وأرجع حق أخواتي البنات أشتغلت ليل ونهار عشان أقدر أجمع فلوس وخلي أخواتي يكملون تعليمهم مرت علينا أيام بدون عشا حرفيا وشعور القهر والظلم وإحنا نشوف فلوس أبونا وما نقدر ناخد منه ولا فلس من بعد ما كنا مرتاحين ماديا ونعيش في استقرار في بيتنا وعندنا قطعة أرض وشركة أبوي تخيلوا تغيرت حياتنا وصرنا حتى معاش أبوي ما نقدر ناخده أهل أبوي الله يهديهم كانوا يستغلوا أن أمي ما تعرف تقرأ ولا تكتب وخلوها تبصم على أوراق بحجة أن ذي حقوق عيالك وأنهم قاعدين يقسمون الورث والحقيقة أن ذي الأوراق كانت للتنازل عن حقوقنا دخلت في دوامة محاكم وقضايا وضرب وإهانة من أعمامي لكني ما استسلمت ظليت مصمم على أني أخذ الحق وتخيل وأنا في عز الصراعات مع أعمامي عرفت أن جدتي كانت لها دور رئيسي بكل الأزمات اللي نتعرض لها من عيالها وأنا رحت أكثر من مرة عشان أفهم ليش قاعدة تسوي فينا كده رغم أنه أبوي كان أكثر واحد من عيالها بار فيها ويهتم فيها ويحبها ليش تجازي كده تخيلوا كانت تقولي أمك لو تتزوج عمك رح أرجع لكم حقكم قمت قلت لها لا مستحيل يصير هالشيء ومستحيل أجبر أمي تتزوج عمي عشان فلوس قامت تقولي خلي المحاكم تعطيكم حقكم أجل رحت لعمي وقلت له أنت متزوج وعندك عيال كبار ليش تبتي تزوج أمي يرد علي يقولي وصية جدتك ولازم أنفذها قاعدت شهور أشتغل ليل ونهار وأذاكر وأحاول أساعد أمي وفتحت حساب في السوشال ميديا وصار عندي عدد كبير من المتابعين صرت أشتغل في الإعلانات وأخواتي البنات اللي كانوا هم كمان يشتغلوا مع عدد صغيرة ويساعدوني الحمد لله ربي ساعدنا وقدرنا بفترة قصيرة نجمع مبلغ حلو وقدرنا نشتري بيت نعيش فيه وأخذنا في القضية الأولى الخاصة بتزوير بصمة أمي حكم لصالحنا وكانت الصدمة الأولى لعمي أنه ولد عمي كان يبي يساعدنا وبالفعل جب لنا أوراق توزيع الورث ووصية أبوي اللي اختفت بعد وفاته من بيتنا وكانت تثبت أنه كتب البيت باسم أمي وأخواتي البنات وكتب الأرض باسمي لأنه بيعرف أنه يصير عليها مشاكل مختلفة لكن الشركة هي ورث من أبوه يعني مشتركة بيني وبين عمامي وأنا مستحيل أترك حقي ولا حق أخواتي البنات وكسبنا القضية وانصدمت جدتي وودوها للمستشفى وبعدها رجعت وطلبت من أمي السماح وأمي سامحتها بعد كل اللي سوتوا فينا لأنه قلبها طيب بس أنا ما قدرت أسامحها بالشي اللي سوتوا فينا عشنا سنة وأكثر من الذل والقسوة والمر في حياتنا وكأننا ما كنا عايشين معها في بيت واحد وأولاد ولدها الكبير والأكثر حنية ومرعا لها بعد ما حصلنا على حقنا ورجعنا لبيتنا بيت أبوي الله يرحمه تزوجت أختي الكبيرة من ولد عمي وكانت الصدمة الثانية لعمي لأنه ولده كان قاعد يساعدنا بدون علم والده بس هو راح طلب السماح من أبوه وقال له أنه عمه قبل ما يتوفى اللي هو أبوي نادى ووصى أنه ما يتركنا لأنه بيعرف جحود إخوان وعدم تفكيره فينا وأنه كل همهم الفلوس بعدها قررنا نفتح صفحة جديدة بس أنا حطيت حدود لي مع أهل أبوي في كل التعاملات أنا صرت أدير شركات العائلة بعد ما اشتريت حصة عمي فيها وأخذت ورث أبوي كامل من أبوه ومن شغله كمان أنا الآن أشتغل وأدرس في الجامعة وأدير حساب في السوشيل ميديا ومرتاحين ماديا وأخواتي اثنين منهم اتخرجوا من الجامعة ووحدة تزوجت ولد عمي والثانية مخطوبة والاثنين الصغار لسع بيدرسوا وفي نفس الوقت صاروا يشتغلوا في السوشيل ميديا وعندهم حسابات قوية دخلوا مجال الإعلانات والحمد لله رب رجع لنا حقنا وما رضينا بالظلم وما استسلمنا لجدتي ولا الأعمامي نصيحة لكم أبدا لا تتركوا حقوقكم بس خذوها بالعقل وبكذا انتهت قصتنا لليوم وذا عندكم قصص حلوة أرسلوها على الإنستجرام أو السناب سأضع لكم الروابط في صندوق الوصف